بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في باب من أبواب النحو العربي نتحدث فيه عن مواضع علامات الإعراب الفرعية أو علامات الإعراب الفرعية ومواضعها في اللغة العربية لو رجعنا واستقرأنا كتب النحو وكلام العربي لا نجد فيه إلا سبعة أبواب تعرب بعلامات فرعية ما هي؟ مواضع علامات الإعراب الفرعية تبدأ بالأسماء الستة ثم المثنى ثم جمع المذكر السالم ثم جمع المؤنث السالم ثم الممنوع من الصرف ثم الأفعال الخمسة ثم الفعل المضارع المعتل الآخر كم بابا؟ هذه في النحو أدي الباب الأول أسماء الستة ثم المثنى ثمين ثلاث أربع خمس ست سبعة أبواب في النحو العربي هي التي لا تعرب بالعلامات الأصلية بل تعرب بعلامات فرعية الباب الأول هو الأسماء الستة أول هذه الأبواب من أبواب النحو العربي التي تعرض بعلامات فرعية هي الأسماء الستة ما هي الأسماء الستة؟ هي ستة أسماء في اللغة العربية كلها لو أنك جئت بمعاجم العربية لسان العرب وغيرها واستقرأتها وراجعتها وجدت ستة أسماء فقط لها إعراب خاص ولذلك أسموها الأسماء الستة أو منهم من يسميها الأسماء الخمسة نذكره في حينه هذه الأسماء الستة هي أب وأخ وحم وفو وذو وهنو ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب وهنو نطلقها في اللغة على الشيء الذي يستقبح ذكره على الشيء القبيح الذي يستقبح ذكره فيه فحش في الكلام والاختلاف هنا في كلمة هنو ففي من أسمى هذه الأسماء الأسماء الستة ولم يعتبر فيها هنو من الأسماء الستة وقال هي أسماء خمسة ما هو إعراب هذه الأسماء؟ ما هي إعراب هذه الأسماء؟ إعرابها فرعي أو إعرابها بالحركات ترفع بالواو نيابة عن الضمة بدلا من أن يكون الإسم مرفوعا بالضمة فيها يكون من هذه الأسماء أو هذه الأسماء ترفع بالواو كقولك جاء أبوك فجاء فعل ماضم وأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه هي؟ الواو وليست الضمة نيابة عن الضمة عن الضمة هذه أعلامة فرعية أبوك الواو فيها أعلامة فرعية في الرفع فيرفع بالواو وتنصب الأسماء الستة بالألف نيابة عن الفتحة بدلا من أن يكون الإسم مرفوع بالضمة رفعه بالواو بدلا من أن يكون منصوبا بالفتحة تأتي هذه الأسماء والستة فتكون منصوبة بالألف كقولك احترم أباك احترم فعل أمر وأباك مفعول به منصوب ما علامة نصبه؟ وعلامة نصبه ماذا؟ الألف طبعا نيابة عن نيابة عن الفتح طيب وتجر بلياء نيابة عن الكسرة تجر بلياء نيابة عن الكسرة نحن اسمع نصيحة أبيك فأبيك هنا مضاف إليه إليه مجرور وعلامة جره إلياء علامة الجر وليست ماذا؟ وليست الكسرة فهذه الأسماء الستة تعرب بعلامات فرعية أو تعرب بالحروف الاثناني أو المصطلحاني صحيحان وهذه اللغة التي ترفع فيها بالضمة وتنصب بالألف وتجر بلياء الأسماء الستة التي تنصب فيها وتجر وترفع بعلامات فرعية تسمى هذه أشهر اللغات عند العرب في إعراب الأسماء الستة وهذه تسمى لغة الإتمام لغة الإتمام يعني الإتمام أي أتممنا النطق بالأسماء الستة كاملة ومعها علامة الإعراب الفرعية وهي الأشهر هذه اللغة هي الأشهر في كلام العرب إلا لغة الإتمام هي الأشهر في الأسماء الستة من كلام العرب إلا هنو التي تطلق على الشيء الذي يستقبح ذكره فالأشهر فيها أنها تعرب بالحركات أو العلامات الفرعية بالحركات الأصلية أو العلامات الأصلية يبقى هنو فقط التي الأشهر فيها أن تعرب بعلامات أصلية بالضمة رفعا وبالكسرة جرا وبالفتحة نصبا ولذلك بعض النحات قالوا هم أسماء ستة فقط طيب ما شروط إعراب الأسماء الستة بالعلامات الفرعية هذا ما نتعرف عليه في محاضرة قادمة إن كان في العمر باقية والسلام عليكم ورحمة الله